أهلاً وسهلاً إن شاء الله تكونوا هنا اليوم قد نتحدث عن تليفونين الجنتائد نزلوا من شركة موتورولا أول واحد نتحدث بهذا الفيديو هو الموتو ريزر بلس أما اسمه الموتو 40 ألترا بالدول العالمية والعربية هؤلاء التليفونين نزلتهم على شغل الفليب الصغير يتذكرون على بعض مثلنا عندما رأينا تليفون منه هذا الموديل نزل على الدول العربية و حتى أوروبية لكن الحالية في هذا التليفون أنه حجمه جميل الشاشة الجوانية ستكون عليها 165 هرتز الشاشة الجوانية ستكون تقريباً على كل حجم جهته الجوانية للتليفون جنب الكرمائيات و سيكون لدينا 144 هرتز سيكون لدينا الحاسوب بالسناب دراجون 8 بلس جن 1 لدينا 8 جيجا بايت رام و 256 جيجا بايت زيكرة و لدينا أيضاً ستيريو سبيكر مع الضلبي أتمس جميلة الكاميرات سيكونوا منيح مثل ما نعرفهم عادة إذا نسجل فور كي ستين فريمز بر سيكين على الكاميرات من جوة ومن بره لدينا عدة اختيارات ثلاثة ألوان موجودين واللون الأحمر سيكون لديه البيجن لادر اللونين اثنين اثنين الأسود والأزرع سيكون لديه شكل حلو ولكن ليس لديه مثل الجلد هذا الموجود هنا غير هكي البطارية 3800 ملي أمبير سيكون فيها 30 واط الشارجر لا سيأتي بقلب العلبة ويطلعنا أيضاً خمسة واط وائرلس شارجين على هذا التليفون الشيء المعجب فيه كثير من التليفون هذا انه معناته نقدر نستعمل الكاميريات الموجودة فيه لنعمل هذا كويب كام في هذا التليفون لأنه لدينا الموتورولا غير موجود في قلب هذا التليفون فينا نوصله وائرلس على التليفون طبعاً على الكمبيوتر نستعمله مثل عادة ومش بس هكي لدينا عدة اختيارات نقدر نستعمل الكاميريات الموجودة هنا لـ Horizon Lock والتطبيقات كلهم الموجودين في قلب التليفون سينشوا على الشاشة البرانية حلو حلو كثير ونعمل من الشاشة البرانية لجوه ومن جوه لبره بالتطبيق مثل ما بدنا حلو كثير لدينا الواي فاي لدينا الـ 5G لدينا الـ Ultra Wide Band يعني معناته لا يمشي على الـ Verizon ولكن يمشي منيح على الـ Sub 6 والـ Mid Band الكاميريات الموجودين وراه 12 و 13 ميجا بيكسل والمجوه لدينا 30 ميجا بيكسل تعطينا الصور كثير حلوة 32 ميجا بيكسل المهم ان شاء الله يكون أعجبكم هذا الفيديو وهذا بس خبرة إعلانية نشوف على الـ Specifications مع علماته قريبا ان شاء الله سأعمل مراجعة على التليفون جديد ناترو انا قدر جربه للأساسة مثل ما قلت لكون هيدا الموتورولا بلس والا الموتورولا 40 ألترا بالدول العالمية ان شاء الله يكون أعجبكم هذا الفيديو